موسيقى اليابان تقول ان تجربة النووية الاخيرة لكوريا الشمالية اقوى ثمان مرات من قنبلة هيروشيما وميانمار تزرع الالغام قرب الحدود مع بنجلاديش لمنع عودة مسلمين روهينغا وفي الموصل العراقية المرافق العامة تعود الى العمل يوما بعد اخر افعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين كرام اهلا بكم الى نشرة اليوم المفصلة من اخبار الان نبدأها من تداعيات استفزازات كوريا الشمالية النووية اذ قال وزير الدفاع الياباني ان التجربة النووية الاخيرة لكوريا الشمالية كانت اقوى من التقديرات الاولية وبلغت نحو ثمانية اضعاف قوة القنبلة التي القيت على هيروشيما واثارت كوريا الشمالية يوم الاحد الماضي قلقا دوليا عندما فجرت ما قالت انه قنبلة هيدروجينية يمكن وضعها على صواريخ بعيدة المدى من جانبه اعلن السفير الكوري الشمالي لدى الامم المتحدة في جينيف هانتاي سونغ ان التجارب النووية والصاروخية التي اجرتها بلاده اخيرا هي هدايا موجهة الى الولايات المتحدة وضف السونغ ان مزيد من تلك الهدايا في الطريق الى واشنطن ان لم تكف عن استفزازاتها وممارسة الضغوط عليها يحتدم السجال النووي مع نجاح تجربة الكمبلة الهايدروجينية المعدة لوضعها على صاروخ باليستي عابرين للقراط وترتفع لغة التهديد والوعيد مع مضي كوريا الشمالية في تنفيذ مراحل خطتها النووية لما صارت تركب على صاروخ باليستي قاعدت اطلاق موجودة طور صوريخ باليستي صار عنده صاروخ يلي هو يعتقد انه بيوصل لأوائل نيويورك يعني بيغطي امريكا نيويورك بالضفة الغربية من امريكا اذا قادر يهدد اول تهديد لأله هو جزيرة اللي اذا ما نشوفها على الخريطة جوام هو اضعت جهده من كوريا من شمال كوريا على جزيرة جوام اكيد الصواريخ اللي عنده بتغطي وهذه الجزيرة جزيرة عسكرية فيها قاعدة امريكية مهمة كتير وهي كلها الاستخدام العسكري هالجزيرة ولكن المرحلة الثانية بده يعتمدها للرئيس الكوري هي مش بس تطوير الامبلي وقوتها التدميرية بده يطور الصاروخ اللي بده يحملها هو عم بيهدد انه بده يحط على صاروخ عابر للقارات لكن في المقابل تضبط الولايات المتحدة سيناريو رد من العيار الثقيلة امريكا حط على الحدود هون ما بين الكوريتين 30 الف عسكري زودت بالفترة الاخيرة كوريا الجنوبية بصواريخ الثاد يلي هي صواريخ دفاعية ضد الاجسام يلي بالجاو طيران او صواريخ لعالية المستوى هذا السلاح معروف عنه انه سلاح ردع ليس الاستخدام هو قوة للدولة ولكن ليس الاستخدام هلا امريكا اذا برتستخدم هذا الصاروخ هذا السلاح لديها غواصات بالعالم منتشرة بالاساطير الموجودة بسد قواعد سد قيادات امريكية بالخارج لديها قوة بحرية منتشرة حول كوريا وحول اليابان فيها دفاعات جوية باليابان وبكوريا الجنوبية الصواريخ اللي ممكن تطلق وحاملة اسلحة نووية رؤوس نووية من اي غواصة غير مكتشفة وغير مرئية ممكن يطلق الصاروخ باتجاه كوريا الشمالي واذا ما اطلق النووية في المحيط الهادئ باتجاه جزيرة جوام او بأي اتجاه ستكون نتائجه كارثية اذا القوة التدميرية طبعا كوريا الجنوبية بتكون مرعوبة واليابان بتكون مرعوبة وجزء من الصين لانه بالمكان اللي بتسقط فيه هذه القملة الهايدروجينية اذا سقطت بالبحر بتغلي درجة الماء لدرجة 2000 يعني مستعدة فيه تجفيف لمحيطات بهالكبر هلأ اذا نزيت بالبر او بالبحر بتعمل نوع من حفرة هالحفرة هايدي بتاخد كل الاجسام اللي موجودة فيها وبتطلعها وهذه الاجسام بتعملها حبيبات ذرات وبتطلع هذي الحبابات ممونة بالاشعة وبتعمل نوع من غيمة هالغيمة هايدي دائرية محل ما بتنزل هذي الغيمة بينزل رذاذ طبعها الرذاذ النووي هو رذاذ مشاع بيقضي على سبل الحياة في هذي المكان ورغم لغة التهديد الا ان المحللون يؤكدون ان التعكل سيفرض نفسه في نهاية المطاف تبدو المواجهة النووية اكثر واقعية مقارنة بالسابق غير انها تبقى بعيدة عن نطاق التأكيد خاصة وان الحركة الدبلوماسية لم تهدأ بعد لاخبار الان تريسيا بيانتون لبنان دعا الامين العام للامم المتحدة انتونيو غويترس السلطات في بورما لوضع حد للعنف في ولاية راخين واتخاذ اجراءات لمنع الروهينغا المسلمين لمنحهم حياة طبيعية كما دعا مجلس الامن الى الضغط من اجل ضبط النفس والهدوء وبعث برسالة نادرة للمجلس اعرب فيها قلقه من احتمال تحول العنف الى كارثة انسانية اذا واعلنت حكومة بنجلاديش ان ميانمار تقوم منذ ثلاثة ايام بزرع الغام ارضية على مسافة قريبة من حدودها مؤكدة انها علمت بالامر من خلال ادلة تصويرية وافراد مراقبة ورجحت حكومة بنجلاديش ان يكون هدف ميانمار من الخطوة الحيلول دون عودة مسلمين روهينغا الذين فروا من العنف الى بنجلاديش تاركين خلفهم بيوتهم حياتهم وكل ممتلكاتهم فارين بارواحهم من الموت المحدقي والتعذيب والقهر باحثين لانفسهم في بنجلاديش عن امل في الحياة اعداد الخارجين من بورما يتضاعف في كل ساعة العداد هائلة والامكانيات قليلة فقد اعلنت الامم المتحدة ان اكثر من 123 الف شخص معظمهم من الروهينغا المسلمين هربوا من اعمال العنف في بورما ليلجأوا الى بنجلاديش يأتي هذا في الوقت الذي سحبت فيه الامم المتحدة موظفيها كافة من شمال اراكان لدواعي امنية وحذرت اليونسيف من انه لا توجد وسيلة لمساعدة الاطفال هناك من جهته حذر مجلس حكماء المسلمين من تقاعس المجتمع الدولي عن التدخل بحسم لانهاء معاناة المسلمين الروهينغا في ميانمار في وقت وجهت منظمة التعاون الاسلامي رسالة بهذا الخصوص الى الامم المتحدة ووجه الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يوسف العثيميين رسالتين منفصلتين الى انطونيو جوديريز الامين العام للامم المتحدة وانج سانك سوكي مستشارة الدولة في ميانمار بشأن تجدد اعمال العنف ضد جماعة الروهينغا المسلمة في ولاية راخين وجدد الوثيمين التأكيد على دعوة منظمة التعاون الاسلامي للامم المتحدة لمواصلة الضغط على حكومة ميانمار لانهاء العنف واستعادة الروهينغا حقوقهم الاساسية الى ذلك اطلق ناشطون حقوقيون حول العالم عريضة عبر موقع افاز الشهير للمطالبة بسحب جائزة نوبل من مستشارة الدولة في ميانمار اونج سانك سوكي بسبب صمتها عما تتعرض له اقلية الروهينغا المسلمة من اضطهاد في ولاية راخين شمال غرب البلاد احييكم من جديد قال وزير الخارجية السعودي عدل لجبير انه لا يمكن قبول اية دولة تدعم الارهاب وتدعم العمليات الارهابية اعلاميا وكذا لجبير انه لا يوجد حصار على دولة قطر مضيفا ان ما قالته بلاده انها لن تتعامل مع قطر ولن تسمح لها بدهول اجوائها عين الجنرال الامريكي بول فانك قائدا للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا خلفا لجنرال ستيفن توسوند الذي كان قد تسلم القيادة قبل عام قرر رئيس مدينة هيوستن الامريكية سيلفستر تيرنز رفع حضر التجوال عن اغلب مناطق المدينة بعدما فرضته السلطات ضمن اجراءات بعد الاعصار هارفي وما صحبه من سيول لم يسبق لها مثيل واوضح بيان للسلطات ان حضر التجوال سيظل ساريا في بعض المناطق في غرب المدينة الى سوريا حيث قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان انفجارات عنيفة هزت مناطق في محيط مدينة دير الزور نجمت عن تفجيرات وقصف متصاعد على المنطقة وضف المرصد ان تنظيم داعش بدأ هجوما عنيفا ومعاكسا استهتفى الثقرة التي فتحتها قوات النظام السوري والتي مكنتها من العبور الى منطقة اللواء 137 المحاصر منذ اكثر من 32 شهر في العراق بماذا بدأ الموصليون في اعادة مرافقهم العامة بعد ان تحررت مدينتهم من احتلال داعش وكيف سرق افراد التنظيم المرافق العامة ومستشفيات الموصل ثم خربوها قبل ان تسقط خلافة التنظيم المزعومة من حيث بدأت تفاصيل عودة المرافق العامة في الموصل في تقريب مفدنا الى هناك حسام الاحبابي منذ ان تخلصت الموصل من احتلال تنظيم ارهابي عاثبها خرابا طال تاريخها كان الاسرار من قبل سكانها على اعادة الحياة لمدينتهم هو التحدي الاكثر وقعا على داعش في مدن احتلاله الاخرى هذه المدرسة الابتدائية في الحي العسكري تعود لاسمها الاول مدرسة المعلم بعد ان اتخذها التنظيم مقرا له متجاهلا مستقبل جيل باكمله نحن هنا في هذه المدرسة الواقعة في الحي العسكري هذه المدرسة تسمى مدرسة المعلم كان داعش يتخذ منها مقرا عسكريا له يدير عملياته ويدير اجراءاته القمعية والارهابية ضد اهالي هذه المنطقات نلاحظ في هذه المدرسة ايضا كان هناك ممارسات قمعية وممارسات تحاول ان تغذي فكرة الاطفال وتحاول ان تشوه الصورة العلمية التي لهم كما نلاحظ هنا هذه الرسومات التعليمية رسم للطالبة ورسم للموظف ورسم لربة البيت ورسم للشيخ الكبير وكلهم يشيرون الى خارطة العراق نلاحظ هنا التنظيم داعش ومقاتلوه كانوا يشوهون وجوه الرسومات التعليمية المخصصة لطلبة هذه المدرسة الابتدائية هذه محاولة منه لتشويه الصورة التعليمية للطلبة طبعا بما لا يقبل الشك ان هذا التشويه لهذه الرسومات التعليمية تدل على انه كان يحاول اخفاء كل ما هو يتعارض مع تعليماته وارشاداته في منطقة الحي العسكري هنا وفي مدرستها الابتدائية هذه المخصصة لابنائهم لم يقف اصرار اهل الموصل عند هذا الحد فبادروا بالسعي لاعادة اعمار مستشفى الحمدانية شرقي المدينة لتبدأ بالعودة لتقديم خدماتها للعائدين الى ديارهم برغم ان جميع اجهزتها قد سرقت من قبل مقاتلين اجانب لدى داعش بدأنا من اول يوم نستقبل جرحة مع الجيش ونعالجهم بعد كمنات العمليات الآن العوائل ترجع ومراجعين عندما ترى حالات مرضية وإصابات بدأنا نضمدهم ونطيعهم علاج الكثير من الاهالي هنا كانوا يعانون من امراض تسبب بها داعش خلال احتلاله الموصل فضلا عن نتائج ما قاسوه خلال النزوح في المخيمات ففريحوا بفتح ابواب المراكز الطبية مجددا على الرغم من انها ما زالت دون مستوى امالهم كانت هناك فرق صحية وعلاجات طبية ايضا صالحة وعودة الحياة الى طبيعتها تدريجيا وذلك بفضل اهالي المدينة والناس الخيرين وكانت هذه العلاجات ايضا تستخدم وتعطى ايضا لاهالي نينوة مجانا وبدون اي اخذ اي مبالغ مادية جل ما عانته الموصل من تخريب وسيقة لمقدراتها من قبل داعش فضح زيف تعاليمه وافكاره فقد استهدف حياة مدنيين عزل بكل مرافقها العامة وحولها لخدمة مسلحيه مستغلا اياها لاغراضه الارهابية دون اعتبارا لكبار السن والنساء والمرضى خلف مسلح داعش خسائر لا يمكن تعويضها في الاثار العراقية ولم تسلم من حملتهم حتى الاثار الاسلامية فدمروا مساجد ومراقت في الموصل في التقرير التالي نستعرض ابرز المواقع الاثرية التي طالها تخريب التنظيم لم يكتفي تنظيم داعش بالهجوم على البشر نحرا وحرقا وصلبا وجلدا ورجما بل امتدت سلسلة هجماته لتطال الجماد ايضا حيث دمر افراد التنظيم ابان احتلاله للكثير من المناطق في العراق دمر مجموعة لا تقدر بثمن من التماثيل والمنحوتات من العصر الاشوري القديم فيما وصف بانه ضرر لا يمكن حصره بجزء من التراث الانساني وربما هذا الشريط المصور الذي نشرته وكالة اعماق في السادس والعشرين من فبراير سنة الفين وخمسة عشر لم ولن يمحى من ذاكرة العراق حينما اقدم افراد التنظيم على تحطيم تماثيل واثار يعود تاريخها الى آلاف السنين مستخدمين مطرقات وآلات ثقب كهربائية في مدينة الموصل العراقية ابرز الاثار التي دمرها داعشي المدينة الاثرية الاشورية الواقعة جنوب شرق الموصل والتي تعرف باسم كلحو وبحسب الحكومة العراقية فقد تعرضت المدينة للتجريف من قبل التنظيم باستخدام جرفات وآليات فيما اعتبرته اليونسكو جريمة حرب متحف الموصل هو ثاني اهم المتاحف بعد المتحف الوطني في بغداد حطم افراد التنظيم نحو تسعين قطعة وتمثال بداخله ودرجة على لائحة التراث العالمية في الموصل ايضا وفي الرابع والعشرين من يوليو سنة الفين وخمسة عشر دمر افراد التنظيم مرقد النبي يونس وهو من الابرز في الموصل وقام المتطرفون بتفخيخ المرقد ونسفه بالكامل امام جمع من الناس كما احرقت الالاف من الكتب والمخطوطات النادرة في مكتبة الموصل ووصفت اليونسكو حرق الكتب كمرحلة جديدة في عملية تطهير ثقافي يقوم بها التنظيم وكانت هناك جهود شعبية بذلها مواطنون عراقيون عن طريق شراء العديد من الاثار المسروقة واعادتها للمتحف العراقي لكن ملف استعادة الاثار يبقى شائكا اذ ان من ضمن المسروقات كانت هناك سجلات توثق مواصفات القطع وتاريخها واسمائها وبفقدانها تضيع امكانية حصر ومعرفة ماهيتها فيصبح من الصعب المطالبة بها كاملة ايمان مهندسة ليبية عقدت العزم على اعداد مشروع هندسي لكل مدينة ليبية دمرتها الحروب نتابع يعرفها الجميع هنا بانها المهندسة قمنا بزيارة لها في مكتبها وسط العاصمة الليبية طرابلس حيث تخطو كل يوم من هنا نحو الاعمار واعادة البناء تقول بانها قد تخطط عقبات واجهتها كمهندسة في مجال يغلب عليه الرجال اولا وتفتخر بانجازات ومشاريع قامت بتنفيذها هدفها ان تبني في كل مدينة في ليبيا واجهة الدمار الحمد لله كان عندي هدف من اول ما بدأت نشتغل ان يكون عندي منزل في كل مدينة في ليبيا الحمد لله وصلت لي تقريبا 27 مدينة للان بدون من غير طرابلس طرابلس تقريبا غضيت جميع المناطق فيها حلم حياتي ان يكون عندي طموح هو وان شاء الله نقدر نوصل له ان يكون عندي مشروع في كل مدينة في ليبيا اقدرت الحمد لله انغطي كده مدينة بمشاريع بسيطة ومشاريع الحمد لله اضفت لي انا لي سيرتي المهنية زي في بلغازي عندي كده امارة سكنية العديد من المشاريع العمرانية في ليبيا تواجه اليوم شبح التوقف وعدم استكمالها تأتي المهندسة ايمان لتفرض بكل ما انجزته من منشآت شعار البناء مقابل الدمار ولتحكي قصة نجاح امام عديد المصاعب كان فيه نوع من التحدي ان فيه مهندسة ولازم تثبت وجودك بشغلك فحاولت نثبت نفسي بشغلي مش بكوني يعني التأنيت اللي في نهاية المهندسة حاولت ان نقدم شغل يكون ند لشغل الشباب الوضع في البلاد مقتر سلبيا نوعا ما على شغلنا يعني لما تصير مشكلة ولا حاجة مرات فيه حتى هلبة مباني انا صممتها الضرر من الضرر بهدايا الكفاح الوحيد للموضوع هذا ان احنا نستمروا ان احنا نشتغلوا ما نجوش ونقعمزوا ونقولوا لا احنا في حرب لازم تستمر الحياة وما نقعدوش نحسوها ان هي عاقبة تحذوها الامال بغد افضل وامنيات تحملها المهندسة معها ومع كل انجاز ومشروع للبناء تقوم به في ان يكون الاعمار والبناء هو الهدف الاساسي للجميع هنا في ليبيا لاخبار الان محمد عقوب طرابلس احييكم من جديد مشاهدين الكرام ونتحول باياكم الى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم نبدأ تجوالنا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم المشاهدين من صحيفة المصري اليوم المصرية التي نطالع منها في الصحة الموافقة على اول علاج جيني لمرض السرطان جاء في تفاصيل الخبر وافقت ادارة الغذاء والدواء الامريكية على اول علاج جيني لسرطان الدم القاتل بتكلفة تتجاوز اربعمائة وخمسة وسبعين الف دولار للمريض الواحد ويسمى العلاج الجديد كيميريا ويعمل عن طريق اعادة برمجة خلايا الدم البيضاء للمرضى وتوجيهها الى الاورام السرطانية العدوانية والتي فشلت معها طرق العلاج التغليدية اخترنا لكم من صحيفة القبس الكويتية فرنسية تبتكر دمية تتلو القرآن ابتكرت سيدة العمال والام الفرنسية سميرة امارير لعبا يمكنها ان تنقل لابنتها الصغيرة المعرفة بالعقيدة الاسلامية وتشبه الدمية جنة الدمية الشهيرة باربي وصممتها امارير من الالف الى الياء ويمكنها تلاوة اربع من صور القرآن ونقرأ من صحيفة اليوم السابع المصري علماء الفلك يكتشفون امتلاك كويكب لقمارين يدوران حوله كشفت صور الرادار التي تم التقاطها خلال رحلة الكويكب الذي مر بجانب الارض يوم الجمعة الماضي عن تفاصيل جديدة عن هذا الكويكب اذ اظهرت امتلاك الكويكب اثنين من الاقمار الصغيرة يدوران حوله صحيفة الامارات اليوم عنونت بين صفحاتها مشاهدين جهاز جديد يقيم حوارا ثنائيا مع الطعام قدمت شركة مينلا الالمانية نوعا جديدا من اجهزة الطهي عبارة عن حوار ثنائي مع الطعام ونقطة الطهي الخاصة به اذ تقوم المستشعرات بداخل الجهاز باحتساب الطاقة الحرارية الموجودة في الاطعمة بدقة واختما مشاهدين من صحيفة البيان الاماراتية ونعود الى الصحة وقرص للوقاية من امراض القلب والسكري يعتقد باحثون في جامعة بنسلفانيا الامريكية انه يمكن الوقاية من امراض القلب والسكري من النوع الثاني من خلال قرص دوائي يجري تطويره حاليا وقال الباحثون انهم اكتشفوا من خلال تجاربهم سبع طفرات جينية تزيد من مخاطر الاصابة بهذه المرضين بشكل كبير نعود الى اخبارنا مشاهدين وفيها ايضا كثيرة هي الطرق المستخدمة للشراء عبر الانترنت منها استخدام بطاقات الايتمان لحجز الفنادق او رحلات الطيران وغيرها جميع هذه العمليات تتم عن طريق المصارف وبطاقات الايتمان ومع استمرار التطور التقني تم اختراع ما يسمى العملة المشفرة التي ستجعل من التعاملات المالية عبر الانترنت اكثر سهولة وامانا وبتكلفة شبه مجانية التفاصيل في تقرير عبد الناصر عبد الرحمن الكريبتو كارنسي او البيتكوين هي عملة افتراضية ظهرت في الفضاء الالكتروني سنة 2009 لا حكومة تطبعها ولا بنك يصرفها وهي عملة يتم تداولها بين الافراد او الشركات عبر الانترنت فقط عن طريق اجهزة الحاسوب او الهواتف الذكية بدأت الكريبتو كارنسيز ومن ابرزها البيتكوين في عام 2008 على يد شخص اطلق على نفسه اسم ساتوشي ناكاموتو وتبلغ قيمة البيتكوين الواحدة ما يقارب 4290 دولار امريكيا ويعتقد ان بحوزة ناكاموتو ما يقارب المليون بيتكوين تكتسب البيتكوين قوتها من اتفاق المتعاملين بها على ذلك وهي تماما كالدينار والدرهم يمكن استبدالها بالدولار او اليورو وايضا يمكن استخدامها للشراء يتم استخراج البيتكوين كاستخراج الذهب ويقوم بهذا اشخاص كعمال المناجم ولكن بادوات مختلفة حيث انهم يستخدمون اجهزة حاسوب فائقة السرعة لحل مسائل رياضية فائقة الصعوبة للحصول على البيتكوين مما يجعل كميتها محدودة حيث انه يوجد 21 مليون بيتكوين في العالم فقط وسينتهي استخراجها بحلول عام 2140 مما يجعل سعر وحدة البيتكوين قابلا للزيادة بشكل كبير في المستقبل القريب وتكمن الفائدة في استخدام هذه العملة الالكترونية في انها تتغلب على تقلبات الاقتصاد العالمي وسيطرة البنوك نظرا لان تكلفة التحويلات بين الافراد شبه مجانية وسريعة والاهم من هذا كله ان الجمهور المتقبل لها في ازدياد مستمر اذ انها باتت مقبولة الان في كثير من الدول ومنها الامارات العربية المتحدة والاردن وكأي اختراع تقني جديد فالبيتكوين سلاح ذو حدين فكما انها توفر سهولة في التعاملات المالية للناس فهي ايضا توفرها للمجرمين اذ ان ميزة السرية والخصوصية يمكن ان تستخدم في نشاطات غير شرعية من دون اللجوء الى عمليات غسيل الاموال فيمكن للمواقع المختصة في بيع المخدرات على الانترنت ان تستخدم هذه العملة فهل ستلقى عملة البيتكوين اقبالا في الدول العربية؟ كاميرا طبية تصور داخل جسم الانسان دون الحاجة الى اشعة التفاصيل في التقرير التالي مع المختصة في الملف السحي في غرفة اخبار الآن الزميلة عبير عبدالله طور علماء بريطانيون كاميرا طبية جديدة تستطيع تصوير اعماق جسم الانسان من خلال تتبع مصدر ضوء داخل الجسم ويهدف تصميم الكاميرا الى مساعدة الاطباء في تتبع ومراقبة الادوات الطبية مثل المناظير اثناء اجراء فحوص داخل جسم الانسان ويعتمد عمل الكاميرا الجديدة على اكتشاف مصادر الضوء داخل جسم الانسان مثل الطرف المضيء الملحق بانبوب المنظار الطويل والمرن ويمكن لحزم الضوء الصادرة من منظار ان تمر داخل جسم المريض لكن عادة ترتد او تتشدت نتيجة الانسجة والاعضاء بدلا من المرور خلالها وهو ما يؤدي الى صعوبة رؤية صورة واضحة في موضع الاداة كما يمكن للكاميرا تسجيل الوقت الذي يستغرقه الضوء كي يمر داخل جسم الانسان ما يعني ان الكاميرا قادرة على العمل في موضع المنظار بالضبط ويشار الى ان الاطباء لا زالوا يعتمدون على صور شعاعية مثل اشعة اكس لمتابعة وتشخيص الحالات المرضية في خبرنا الاخير تزين برجو خليفة في الامارات بعلم السعودية بعد تأهل المملكة العربية السعودية لمونديال كأس العالم 2018 والمقرر اقامته في روسيا وجاء ذلك بعد ان حقق منتخب الاخضر الفوز على نظيره الياباني بهدف دون رد في جولة العاشرة والاخيرة من التصفيات ورفع رصيده الى تسع عشرة نقطة وحسم التأهل وقبل ختم النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين اليابان تقول ان تجربة النووية الاخيرة لكوريا الشمالية اقوى ثمان مرات من قنبلة هيروشيما يانمار تزرع الالغام قرب الحدود مع بنجلاديش لمنع عودة مسلمين روهينغا وفي الموصل العراقية المرافق العامة تعود الى العمل يوما بعد اخر اذا بهذا مشاهدين نكون قد وصلنا واياكم الى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الاخبار ممكنكم متابعتنا على موقعنا الالكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم ايضا متابعة بثينا المباشر في ذات الموقع اعود والتقيكم مشاهدين كرام بعد قد من نصف ساعة في مجازة الانبار اشتركوا في القناة